قضية إنسانية جديدة نتناولها اليوم تتعلق بشاب ثلاثيني تعرض لحادث سير تسبب له بشلل كامل في الأطراف السفلية الشاب محمد ملكاوي بات اليوم يعاني من إعاقة دائمة وديون تصل إلى تسعين ألف دينار تراكمت عليه جراء عدم التزام المتسبب بالحادث بتحمل تكاليف العلاج إثنى عشر عاماً مرت وتفاصيل ذلك اليوم لم ينسها كيف ينساها؟ وقد تعرض فيه إلى حادث دهسن سلب منه شبابه وجعله طريح الفراش لا يقوى على الحركة الثلاثيني محمد ملكاوي وقع ضحية في مرتين الأولى عندما تعرض لحادث دهسن والثانية عندما وافق أقاربه على عطوة عشائرية أضاعت حقوقه القانونية وتركته يصارع وحيداً الجماعة التي تسببوا لي في الحادث نزلوا على حمولتنا يعني وعشيرتنا وأخذوا العطوة وجابوا كفيل الوفاء وبعدها بفترة بطلوا لا يتعرف كفيل الوفاء ولا هم الجماعة اللي دعتوني وبالمستشفى بمدة تسنة وتسع شهور هاي أنا تقريباً المدة الفعلية لازم تكون أربع شهور والمدة اللي ظلت هاي كلها حبس كنت في المستشفى من قبل المدير ومن قبل هم همه بحيث أنه أنا اللي أوقع على الشك وأنا اللي أدفع تكاليف الحادث فبيحكي لي عليك بلاغ من دارة الأموة العامية ريت راجحهم فراجعتهم بيحكي لي عليك مبلغ وقدره ما يقارب التسعين ألف فأجأت أول شي شو هاد ما شو هاد من المستشفى ملك عبدالله أنا شو اللي دخل وما اللي دخل أحكي لي إحنا يا محمد دائرة حكومية إلغي إلغي نفذ من نفذ محمد الذي حارب الشلل وأكمل دراسته الجامعية ليلتحق بوظيفة في وزارة التربية والتعليم ويحصل على راتب ذهب لسداد مستحقات المستشفى أمي قابل جلال سيدنا في عجلون وطلبت منه مكرمتين اللي هو تسفيري خارج البلاد ولو إحفائي من المبالغ المترتبة عليه من سيش ملك عبدالله والحمد لله رب العالمين جلت سيدنا ما قصرش أمر بتسفيري خارج بلاد وسفرت خارجي بلاد ولكن لما رجعت من العلاج اتفاجأت أنه المبلغ لساته عليه بناشد جلال سيدنا وباشتغيث جلال سيدنا أنه يحل مشكلة ابني ويعفين من المبلغ الموجود عليه حالة إنسانية يا جلال سيدنا لأنه ما خلينا لا مسؤول لا نائب ما خلينا ولا اللي كله رحنا عليه وكله رد ما حدا يفيدنا نهائيا لكن ما قصر معنا اللي هو دولة رئيس الوزر عمر الرزاز الله يطوله بعمره كتب كتب يعني الساعد مع ابني كونه حالة إنسانية ومشلول ودى كتب لرئاسة الوزارة المالية خاطف فيها كتابين أو ثلاث لكن اتفاجأنا أنه وزير المالية يكتب تعليق على الاستدعاء بالرفض الرفض ليش ما منعفش في وقت يرى محمد أن التقاليد العشائرية أضعت حقوقه يطالب اليوم بإعفائه من ديون تثقل كاهله لم يكن مجبرا على تحملها لو تحمل مسبب الحادث المسئولية